تطبيق تحرير الصور لانسا اي اي شهد اقبالا هائلا في الاونة الاخيرة رغم اطلاقه منذ عام 2018 وذلك بعد اضافة ميزة الصور الرمزية السحرية ماجيك اباتار فالعديد من المشاهير والمؤثرين من مختلف الدول العالم نشروا صورهم باستخدام التطبيق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هذه الميزة شهد تفاعلا واسعا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور على نحو غير مسبوق حيث تعالج ما بين 10 الى 20 صورة شخصية بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي عملية قد تستغرق نحو 40 دقيقة وفي مسعى منها لمعالجة مخاوف الخصوصية تقول الشركة التي اطلقت تطبيق ان صور المستخدمين الشخصية والنموذج بالصلة تحدث نهائيا من خواديمها فور انشاء الصور الرمزية السحرية الا ان الخبراء يرون ان التطبيق ينتهك حقوق النشر وبحسب واشنطن بوست فالتطبيق يزيد مخاطر استغلال والتحرش خاصة وانه يسمح لأي شخص لتنزيل صور اشخاص اخرين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة